ساعة تفصلنا عن الشهر الفضيل الجمعيات الخيرية تضاعف جهودها لتحضير قفة رمضان وتسليمها لمستحقيها قبل حلول الشهر الفضيل من خلال جمع أكبر عدد من المواد الغذائية على غرار الزيت والساميد السلة تتضمن مجموعة من المواد الغذائية التي تكفي حاجة الأسرة لمدة أسبوع قيمتها 400 دينار هذه السنة طبعاً قبل بداية توزيع السلة الرمضانية فيها مذكرة تصدر من المكتب الوطني من طرف اللجنة الاجتماعية الوطنية تتضمن هذه التعليمات التي يعمل بها على مستوى الولايات تحت شعار بعطائكم يكتمل الخير انطلق المكتب الولاي في الجزائر العاصمة كما باقي الولايات في تحذير القفة للأسر المحتاجة وعائلات الأيتام والأرامل نحن الآن بصدد إن شاء الله يعني المستهدف هذه السنة هو 5000 قفة على مستوية العاصمة كما كان الموسم العظمي على الموسم الفارت حوالي 4000 قفة العام هذا حاولنا نزيده ب1000 قفة إن شاء الله على مستوى المكتب البلدية المتواجدة على توراب العاصمة 4500 دينار جزائري هي قيمة ما تحتويه قفة رمضان من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها العائلات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان القفة بدأت تقريباً من المكاتب البلدية التي الموجودة على مستوى إقليم الجزائر العاصمة بدأت في توزيع القفة تحفي بداية الأسبوع الأول من قبل شهر رمضان المعظم والمكونات على القفة هي المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن خلال هذا الشهر الفاضي 3 كيلو فارينة 3 كيلو دقيق زجري 3 زيت أرطل قهوة زبدة أيضاً الفريك وطماطم وشربة تقريب هذه هي كل المكونات القفة التي ستوزع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان للمستحقها ولعائلة المعوزة قفة رمضان تقليد تحافظ عليه الجمعيات الخيرية ويقبل عليه أهل الخير بل يتسابقون ما يعكس صور التضامن والتأذر لدى الشعب الجزائري